اشتركوا في القناة في أكتوبر الجاري الساعات الماضية تطورات دراماتيكية في الأهلي حيث أعلن النادي عن اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق لاعبه محمود عبد المنعم كهربا وذلك على خلفية الأحداث التي تلت مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري فقد تم إيقاف كهربا وإعادته إلى القاهرة بالإضافة إلى خصم مبلغ مليون جنيه من مستحقاته المالية وذلك بعد تصرفات لاعب غير المنضبطة والتي أثارت غضب الجهاز الفني والإداري للنادي وعلم بطولات أن الأهلية يدرس قرارا بشأن بيع كهربا نهائيا سواء في المركات الحالي أو يناير القادم وذلك عقب عودة الفريق من الإمارات بعد انتهاء بطولة السوبر المصري ويبقى مستقبل محمود كهربا مع النادي الأهلي معلقا حيث ينتظر الجميع القرار النهائي من مجلس الإدارة ومن المؤكد أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على مسيرة اللاعب وعلى مستقبل الأهلي على الرغم من هذه الأحداث الجانبية فإن الأنظار تتجه الآن نحو المباراة النهائية لكأس